أسعدتم أحبتي حيث ما حللتم اليوم إن شاء الله أتحدث عن الامتحان المتر مقزام اللي كان بتاريخ 30-4 2023 للسمستر الثاني الفصل الدراسي الثاني المرحلة الدراسية الثانية لمادة معمارية الحاسبة اثنين قبل أن أبدأ بالامتحان أحب أوضح عدة أمور قبل أن أبدأ بشرح الامتحان أوضح عدة أمور ضروري ضروري تنتبهون هذا الشرح والكل كلمة بي وترقزون عليه أول شيء كل الأسئلة اللي إجت بالمتر مقزام هي مأخوذة من الأسئلة النهائية من موريس مانو وكل الفورمات سواء فورم اثنين ثلاثة أربعة كانت هي عبارة عن تعديلات بسيطة على الأسئلة اللي موجودة بموريس مانو أسئلة موريس مانو قبل الامتحان بأسابيع نشرتها وبلغتكم بها بالنسبة لطلابي أتكلم اللينك راح يكون إن شاء الله بشرح هذه الفيديو بشرح هذه الفيديو راح تلقون إن شاء الله بصندوق الوصف في التسكريبشن بوكس راح تلقون اللينك اللي يوديكم للأسئلة اللي إحنا هسا راح نتعرف لها البعض منعدكم بإمكانه يوصل للأسئلة من خلال سوي سكان للQR كود اللي أمامك وتقدر توصل لهذه الأسئلة طيب بخصوص الامتحان الامتحان كان كل الطلاب استلموا الأسئلة بهذا الشكل بس أحنا أذكر مرة تذكير سريع خاف البعض أول مرة يشاهد هذه الشروحات الخاصة بيها بالنسبة للطلابي أنا ذاكر هذه العبارة نصا بالعربي الإجابة باللغة الإنجليزية فقط والمحاولة عن جميع الأسئلة دقق ظهر الورقة في حال وجود أسئلة أو مهلومات أضافية كل الإرشادات والتعليمات التي تخص الامتحان تم ذكرها في المحاضرة التعريفية والتنويه عليها مرارا وتكرارا وهي موجودة بالمسح الضوئي على QR أول ما تستلم الورقة هذه الأمور أنا ذاكرها وأذكرها وأذكرها أكثر من مرة الحد ما أريد ها بالنسبة لطلابي بالفطرة بالعادة أنه يتعود عليها ويعرف أنه أسئلتي يدقق ويركز بها ظهر الورقة وبوجه الورقة حتى هذه أيضا المهارات راح تفيد بالنسبة الأمور اللي تخص الأوجيهات الامتحانية أنا موجود ذاكرها في هذا QR كود الذي أمامكم الذي تشوفون هذا أشرع عليه بالدوائد هذه الأمور كلها أنا ذاكرها مجرد أحب أذكرها مسألة ثانية أذكرها أحب طلابي كل شابتر أنا أعتمد المصادر وكل شابتر أقول لكم هذه أسئلة مثلا لكم هذا شابتر 5 مثلا نحن نتكلم عن شابتر 5 شابتر 5 شكو أسئلة نزل علي وشكو أسئلة أول شي طلاب هندسة ثاني شي بالهندسة واحدة من الأمور اللي يهمنا هو أن تتحل المشكلة المشكلة دائما هي عبارة يعني صمم صمم عندي فلان مشكلة صمم لي فلان شي على هالمشكلة فكل الأسئلة اللي أثق اللي أحل اللي خاصة بها كل مطالبين اليوم باتر بعد مدام أنا يعني بهذه المادة ودأ أدرسها من أقول لك شابتر 5 شكو سؤال شكو شي أسئلة نهاية الفصل أسئلة مدر مثل هاي اللي أنا داع أنوح حاليا كل مطالبين أنا اتعمدت أنوح عن هذه الأسئلة مو بالضرورة أنوح لأن قبل مشارح مثلا بعض التنويهات اليوم حبيت بهذا الشرح أنوح لأن كل شرح شكو شي جديد هذا الطالب ما يكون هو في حلقة بعيدة يكون على بينا يبقى الطالب من ياخذ درجة غير جيدة هو نتيجة عدم التزام بالدعليمات عدم القراءة عدم جذلة جهد الكافي يعني بعبارة أخرى أنا أبدو الجهد تدريسي وجهد طالب أيضا حتى شنو أفكر أنه الطالب مجرد إذا يتابع كل شي أني أنزله رح هو يقدر مو فقط أنه يتعلم المهارات ويتعلم المعرفة لا رح يكون عنده مهارات أخرى ومعرفة أخرى ممكن في دروس أخرى وممكن في مجالات الحياة عند يوم الامتحام بالنسبة لهذا الامتحام كان عندي كنت طابع الأسئلة فورم واحد بس أثناء معدية الامتحام وبعد أن كل الطلاب اجتمع لهم كان غيرت في الأسئلة خليتها أربع نمالج لأن كان طبعا عدد الطلاب في حدود الخمسة وفمسين طال وكل هم في شعبة وحدة فارتقيت أن أعدل الأسئلة حتى يصير عندي بدل النموذج أربع نمالج فأصبح بكل عمود كل سرع من سروات الطلبة عمود يكون الإجابة مختلفة بي اللي هي مثلا خلي نقول فورم واحد فورم اثنين الكرس الاول بالعمود الاول فورم واحد الكرس الثاني بالعمود الاول يكون ربما من أقصى اليمين العمود اللي بجنبها راح يكون الكرس الاول بالعمود الثاني فورم الثلاثة الكرس الثاني بالعمود الثاني هو يكون فورم اربعة بالنتيجة راح يكون كل طالب الأسئلة اللي امام ال гораздо ال الطالب اللي خلف و للطالب اللي جنب للطالب اللي أمام اللي جنبه وخلف اللي جنبه هي أسئلة مختلفة بالنهاية الطالب راح يكون ما راح تكون عنده أي فرصة ما راح تكون للطالب أي فرصة يعني خلي نقول للإتفاة أو نصح التابير وهي عبارة أكره الغش واضحة أحبائي الأهداف كانت أول شي بيان مرونة أسئلة تصاميم حيث أن تغيير بسيط يؤدي إلى تغيير الإجابة جذريا وطريقة التفكير يعني مجرد غيرت شغلات وهي سراحي شوفا بيان إمكانية إعداد أكثر من نموذج في غضون 10 إلى 15 دقيقة وهو وقت يتم تعويضه مما يدفع الطلبة إلى القراءة بفهم والتركيز وليس القراءة بطريقة السرد والحفظ خلال 10 إلى 15 دقيقة تقريبا تمتنت أعدل أربع نماذج أربع نماذج بس هذه الأربع نماذج كانت بالحقيقة قريبة جدا من حيث يعني من حيث الفكرة كلها نفس الشي ما مختلفة الفكرة بيها ماكو شي اسمه شي خلي نقول أصعب من الشي لا بس كانت أكو مثل أسئلة كلها مطروقة بالشارع اللي هي الأربعة الأولى الفورمات اللي بعدها كان عبارة عن تعديل كلش بسيط وهذا طبعا حتى الطالب يكون عنده فكرة أن الأسئلة إذا عدت بشكل صحيح ممكن أن الأسئلة نعدل عليها بسهولة طبعا هذا الوقت اللي استغربته بالتعديل عوض طلب طلاب وعوضت طبعا وقت أضافي أكثر الآن بالعادة يعني نصير حالات نعمر أكثر مثل هذا النوع من الأسئلة طبعا يستحيل على الطالب التفكير بالغش أو حتى بتسره بالأسئلة أو ما شابه لأن الأسئلة قابل للتعديل والتغيير بكلمات بسيطة وبمكالمات يعني خاف مثلا مرات صارت صراحة صارت بالأكسپيرينس اللي عندي خلال سنواتي بالعمل بالمجال اللي نقول مجال خارج التدريس مجال فيما يقصد تدقيق العمليات التدقيق على العملية التعليمية وفي مجال العملية التعليمية نفسها صارت عندي خبرة لأن بعض الأناس وقعوا هذه المشاكل فدائما صاري عن الإنسان حتى يكون مستعد أنه صارت عندي أنه من أعد الأسئلة أعد الأسئلة بشكل قابلة للتعديل فيه حال ولو أن الأسئلة دائما يعني صراحة مسألة تسليمها للجنة الامتحانية هي مسألة كلش يعني خلي نقول مهتمة بس مع ذلك مثل هذا اللي صار هنا اللي شوفت الأبسط مثل للطلاب واللي راح نشوفه هسا أنه تغيرت الأسئلة بخلال عشر دقائق وهذا هو بالحقيقة الوقت اللي لو فرضنا صارك تسرب للأسئلة عشر دقائق نجرب البجنة الامتحانية تضطيها عنه غير سؤال أول كذا كذا سؤال الثاني كذا كذا ينتهي كل شي طيب أحبا المسألة المهمة الأخرى من لجيات التدريس الصحيح تزمنا أنه تكون عندنا نخلي الأسئلة بشكل تام لكل مادة وبنفس الوقت تكون قابلة للتعديل طيب أحبا مسألة أخرى كل شي مهمة طبعا وهذه كل شي مهمة عني نواهت قبل وكنت ألوه للطلاب أقول لهم من الدخلون للامتحان دائما التليفون تخلوه سايلانت لا تخلوني مثلا أتعامل بشكل قانوني لا تدفعوني للقانونية بعض الطلاب للأسف يعني ما أعرف أنا أعتقد يعني هو أكيد ما يقصدها بس أحيانا جهلة بالتعليمات الجهل بالتعليمات أو الجهل أنه بالتصرفات يعني ما يعرف أنه يعني نحن نعذر الطالب أحيانا لكن هي تبقى كل شخص من عندنا ما يعرض نفسه للمساعلة القانونية وجود التليفون بالقاعة الامتحان ممنوع لكن أحيانا بعد أن يكون للأسف كل الطلاب كلهم مع تليفوناتهم موبايلاتهم ما نقدر نسحبها فيصير أمر واقع فنضطر نخليها على الديسكات الأمامية كذلك نحن بالحقيقة نعذرهم نعتبر التليفون وسيلة التواصل أنا شخصيا نعذرهم لعدم وجود بالحقيقة بلوكارات خاصة بس مع ذلك هذا ما يعني أنه أنت من تجيب تليفونك ومن نسمحنك مثلا بالامتحان الشهري أو النص في تدخل تليفونك ما يعني أنه تخليه على النغمة النغمة الخاصة والنغمة يعني كلها فد نغمة كل شمر بك واضح فمبلغ أني ممنوح الشي لحدث أحد الطلاب كان عنده تليفون كان على السايلنت مخليه طبعا نقص درجة وحده بنفس الوقت تليفونه كان يعني بدون يعني النغمة شغالة بالحقيقة أنا في وقتها وقلت لهم لطلابي تعمدت ما خليت التليفون على الصامد خليت التليفون وأنا أدري كان التليفون يسبب إزعاج للآخرين الهدف من عنده أحنا أنت من توجه الآخرين ما يأخذ النصيحة على محمل الجده لكن مني يكون بأرض الواقع وبالتجربة راح يعرف شنو قيمتها فهذا السبب الأساسي يعني خليتهم حتى يشوفونها بالتجربة بأرض الواقع كيف الصير وكيف أنه الخير يخص والشر يعني كيف أنه الشخص لما يكون مثلا عنده تليفون ومشتغل التليفون النغمة كيف هذه النغمة راح تأذي الآخرين وكيف هي مصدر أزعاج الآخرين حتى مستقبلا ما راح أي شخص من عندهم راح يفكر بالآخر يقول والله فعلا أنه كان توجيه والتعليمات الصحيحة فعلا الموبايل كان مؤذي بالنسبة أنه بنفس الوقت الشخص اللي وقع بهذا الخطأ المشكلة من هالمرة تعاقب مستقبلا هذا راح يقول إن شاء الله فالتمليه مرة عيدة مرة أخرى أنا طبعا في أموري دائما أكون يعني دائما طلبتي دائما أعلمهم نصحهم نرشلهم لكن الأمور اللي بها تعليمات بها إرشادات بها 100% نفس يعني كيف هو التعليم في الدول المتقدمة أمريكا غيرها هذه أمور ما لها مجال ولا أي فرصة لل ما لها مجال للمناقشة بخصوص الفورمات الفورمات إجت أربع فورمات هسا راح نشوف التعديلات اللي صارت عليها بعد أن كملت الفورمات رديتها للطلاب خليتها على الصبورة وطلبت من الطلاب أيضا يتأكدون خاف أكو مشكلة حتى مستقبلا ليقول لي طالب أني سمعت كذا أو كذا طيب أحط الفورمات إجت بالنسبة للفورم رقم واحد الفورم رقم واحد وأني ذكرت قبل شوية قلت لكم الأسئلة chapter 5 مورس مانو موجودة على هذا الQR كود أو هذا اللينك اللي راح تلقو بالتسكريبشن بوكس الأسئلة سؤال الأول كل اللي يسوي ترجع للسؤال خمسة تسعة من التكس بوكس تكس بوك اللي هو مورس مانو سؤال خمسة تسعة خمسة تسوي سكان لهذا الQR كود أو تضغط على اللينك فراح نروف لللينك راح نروف طبعا بالمناسبة هذه القناة اللي ما مشتركين وهم للمشتراك والتفاعل هذه الأسئلة كل اللي يسوي هذا عندك الـ اللي ما يعرف يعني شنون description box بالdescription box موجودة هذه القنوات المهمة موجودة هذه الإرشادات كلها موجودة دائما أذكرها ودائما أقول ترجعوا للdescription box لأن ممكن يكون تعديل description box كل سؤال مثل ما تشوفون كل سؤال أمقسم chapters تقدر كل chapter يوديك شنو يعني أمقسم أجزاء وصول معينة نفسه الشرح اللي هو هذا أمامكم الخاص بكل الأسئلة نقسم أنت يا سؤال تريد تروح لأ وصول سريع سؤال 51 52 بالتعليقات أيضا أنا إنشأت تعليق إذا تشوفوا التعليق هذا بالتعليق راح كل سؤال مثلا هس نقول هنا الأسئلة شنو 1 الأسئلة شنو 51 اللي هي عفوا السؤال الأول كان 59 كل اللي تسوي تجي للتعليقات تدور على 59 تجي على 59 راح تضغط على 59 التوقيت الخاص به راح يحولك للسؤال 59 لاحظ طيب السؤال الثاني كان هو 51 نفس الحالة أوكي بس خليني طبعا تقدر أنت بالتعليقات تقدر أنا بالتعليق 25 21 سؤال 5 21 واضح واضح السؤال اللي بعد سؤال الثالث 5 24 أيضا أجي 5 24 أجي سؤال 5 24 24 في هذا السؤال السؤال اللي بعد السؤال الرابع 5 18 كل اللي أسوي أجي 5 18 طبعا أنا أكرر المسألة أكثر من مرة هي موضوح واضح من البداية لكن أكررها أكثر من مرة حتى يكون الكل على بين ما أحد يقول لي أكررها خاف واحد ما أعرف من الأولى من الثانية أكيد هو من الثالثة من الرابعة أكيد أعرف سؤال 25 5 7 سؤال 5 7 أجي سؤال 5 7 5 7 واضح هولني السؤال كل وهذا كل السؤال إيش رح كوم بي نحن نحن دائما نبه الطلاب في الأسئلة نحن من يكون كم هائل ومن يكون مستوضع أسئلة يكون يعني هذا الكمل هال نحن نحن 75% 80% نتطرق إلى 25% يكون سؤال فكري حتى هذا ما يريد يعد من الطالب وهذا معنى من أسئلة تأتي شامل ويأتي سؤال يخص السؤال يعني فلنقول الطلاب اللي هما مذاكرين فوق هذا المعدل أو قابلية تفكير هم أكثر السؤال اللي يجى طبعا يما يخص سؤال في الصور ما طبعا السؤال الخامس كان بدل ما عندي طبعا 5-7 5-7 عني 5-7 يتكلم عن الإيفلاد بس عاني بوقته بالمعاظرات وفي هذا الشرح إذا ما خانتني الذاكرة بحل الأسئلة قد ترككم إنه إذا جاءكم سؤال عن الكلير عن الست أكيوميليتر فشنو نستخدم ببساطة نستخدم إذا جاءنا عند الأكيوميليتر ببساطة كل ببساطة نريد نسوي set للأكيوميليتر نريد الأكيوميليتر لا ندري بي قيمة عشوائية نريد القيمة تكون ب واحد فكل نسوي أول نسوي CLA اللي هي Clear Accumulator تخلي صفارة بعدين لدينا CMA اللي هو Compliment Accumulator اللي صفارة بيها وحدات كل هذه البساطة سؤال كل كل بسط وأنا ذاكرة وقال لكم دائما يا أحباي انتبهوا المحاضرات انتبهوا بالشرح من أقول إذا هي إذا هي أوكي لأن هي أنا أحاول أنا نفسي شخصيا أحاول أغطيكم كل الأفكار بس ما أقدر كل الأفكار أنا دا أشوف من أشرح لكم أسئلة يعني هذه الأسئلة اللي أنا يجتني طلبات عليها وسبع ساعات ونص أنا أسجل بها هذه مثل ما شوفها سبع ساعات وستة وثلاثين دقيقة وثلاثة وثلاثين ثانية أنا أسجل بها ومن أجيت بعدين يا أحباي قد تعلمون أو لا تعلمون صحيح أنا هنا أشوفون بالوقت اللي داء شرح الآن أحنا شهر الخامس خمسة خمسة 2023 هذا الشرح صحيح 415 بس بالحقيقة يا أحباي عندي اليوتيوب عندي وصول بالاناليتيكس أقدر أشوف إشقد المقدار اللي شاف من هذه المحاضرة هذا المقدار اللي مشوف من عنده يمكن مجموعة الطلاب هذا العدد 415 طلاب على يدين عدون اللي شايفين المحاضرات من البداية أما هذا العدد اللي شوفوا فهم ناس يمكن البداية شافوا 20 ناس يمكن شافوا بالدقيقة مثل 50 فد 15 1 بالدقيقة 60 فد 21 وهكذا يعني موزع ما أكو شخص شاف من البداية للنهاية وفهمه طلاب قليلين وأعتقد ذول الطلاب قليلين إذا ما خانتني الذاكرة هم طلاب ممكن يكونون من دول أخرى أو من جامعات أخرى على الأقل يعني يعني بالحقيقة راسلوني وبالتعليقات وبالخاص فهم يمكن ذول اللي لأن يعني يعرفون يعني إن صح التعبير يعرفون قيمة شنو هذي أسئلة وحل أستاذ مو حلي شي فشح على بعض الطلاب قال هو الوقت وفعلا مكان جوابهم للأسئلة ثلاث أسئلة ما تجاوب بعضهم يعني إذا ما خانت ذاكرة ثلاث أسئلة كانت تمام أخذ عليها ترجع كاملة بس ملح الرابط طيب واني بالمحاضرة التعريفية شارح لك قايل لك يا عزيز الطالب أول ما أجي بالأسئلة أقراها كلها سكم وجه وظهر وأقلب وأشوف أكو سؤال سهل أبدي بالسهل أنا ما أبدي بالصعب الصعب ياخذ من عندي أبدي بالسهل أنزله أكو سؤال مطول هذا سؤال مطول أفكر أول ما أجي أسهل سؤال أوكي بعدين أجي السؤال إذا كان مطول أحلم عنده فقرات والصعب أخلي إذا أخلي بالنهاية أفكر بي يعني أنا أول ما أبدي بالسهل من أبدي بالسهل راح أول شي يطيني اندفاع معنوية راح يطيني معنويات راح صعب ممكن طريقة تفكير نتعرف الأمور كثيرة متعلقة بالمزاجية بالمزاجية المزاجية جيدة ممكن الإنسان يبدأ يفكر ينتبه هذا كان الفورم الأول الثورم الثاني طبعا بالمناسبة مسألة كل شي أنا أبدي علي أنا هنا قيل لكم دقق ظهر الورقة في حال وجود أسئلة ممكن مستقبل إن شاء الله يمكن إذا أطور بطريقة حتى الفورم الخاص بالأسئلة ممكن مستقبلا حتى هذه ما أكتبها يعني يمكن بمرور الزمن لما نتأكد طلابي أول ما يجون يمكن المشكلة أحيانا مثل بداية الكورس خلي تكلم طلاب قريب ينتهي الكورس وبعض الطلاب منضمين مثل للشانال غيره ومعارفين السياق القاصبية مستقبلا لأن كانت حتى صارت قاعدة مع ممكن هذه أيضا ما أعرف لأن أنا ممكن هو يكون مشاهد لهذه الحلقة مشاهد لهذا الشرح وأكيد هذا رح يكون كل شيء الطالب يكون مطالبي فممكن ما أذكر هذه بس السلسل في الوقت الحاضر مثلا أذكر ممكن مستقبلا حتى هذه أعرف ما لدعم يمكن دائما أخلي لك بظهر الورطة يمكن ما يجب مستقبلا أخلي فقرات يعني خلي نقول بالنسبة ما لها علاقة بالمهم أحيانا قد تكون هي مجرد أنا مخلي يعني مجرد ما تكتاج أنت تستخدم فهذه مثلا نشوف الفقرات المهم اللي أنت فاهم ها بس ما علي تكتدرك بها فالتفصيل فقر 5 4 مثلا هذا table 5 6 هنا نشوف هذا من التيبل الكل مهم إذا نريد نجري عملية control لازم نطلع control gate structure لازم الكل للload للincrement للclear لكل الرجستر من الرجسترات اللي موجودة بهذه الصفحة بال basic computer registers connected to common box هذا رح نحتاج واضح ممكن هذا الانكودر محتاج ممكن memory reference instructions ممكن instructions format types الثلاثة ممكن الرجسترات والmemory شنو طبيعتهم ممكن الincoder المربوط للمultiplexer اللي يحدد يا register أو يا memory بالbus ممكن decoder اللي موجود control unit كلها هذه وممكن وممكن أنه أنا هذه ما أذكرها أذكرها فقط على شكل hint أوكي بعض طلاب قالوا معلومات ما موجود أستاذ عن البص شون نختار لا أنا ذكر لك إياها وإذا ترجع بالمحاضرة التعريفية دائما أقول لك الأسئلة من أعدها الأسئلة أعدها وأسويلها مراجعة وبالعادة يعدها وياي أستاذ آخر من نفس الاختصاص فحتى خاف شغلة أنا أقفل عنها يكون الأستاذ وياي يقدم لي يعني شنو اللي أخفلت عنه فأني ذكرها بس مع ذلك أقول يعني ذكر أنا دائما أخلي لك كل المعلومات فهس طبعا نشوف أيضا المعلومات شلون ناخذها أقول طلاب إذا رجعنا لل فورم الواحد فورم رقم واحد أقول طلاب سئل مثلا بنا خليني جل سئلة بالنسبة السؤال أول هو واضح حسن من رجعوا لهذا الشرح السؤال الثاني الكونترول الخاصة بالبروغرام كاونتر هذا أنا ذكر لك بالجدول وطبعا أنا الجداول أحضو هذا الجدول هذا الجدول أنت هذا الكونترول الذي تريده تريد تريد تسوي كنترول للload للإنكلمات للكلير الخاص بالبروغرام كاونتر كل يسوي جدول 5 6 اللي هو خاص بال مرورها بالسايكل الأربعة اللي هي Fetch Decode و Find Effective Idress و Execute هذي كلها موجودة جدول 5 6 كل اللي يسوي من تريد تطلع Load Increment و Clear تأتي التباوة للبروغرام كاونتر مثلا طالب من عندك البروغرام كاونتر تشوف البروغرام كاونتر يكون بالDestination وليس بالSource مثلا هذي هنا العملية مثلا للبروغرام كاونتر D44 واضح فهذه موجودة مثلا شنو المعلومات اللي طلبتها طبعا هذا ندعف على Form 1 وهي تتعمم حسا أجل بقية الformat يعني بالنسبة المعلومات اللي شلون هذه المعلومات اللي حصلها موجودة بعض الطلاب قالوا طيب احنا مننجي بالX2 مثلا احنا حافظينا شنو كان وفي هذا القطع اللي ما أشجع لك ملاحظة ايش قال لك reflect on the encoder for bus selection derived from the basic computer common bus diagram يعني انت اول شي basic computer diagram هذا اللي قلت لك فاهم او قلت لك مرات تقط معلومات شنو المعلومات شلون هذه المعلومات ألا اطلح تعالوا لهذا الجدول بالهن ايش قال لك بالuseful data قلت لك computer computer common bus components are ordered in descending form such as memory temporary register IR accumulator data register program counter address register and null null يعني 0 with corresponding signals from s2 s1 s0 to s2 prime s1 prime s0 prime طبعا والعجيب بالأمر واحد من الطلاب قال لي هاي أستاذ شنو الكوم اللي هنا قلت لو الله ما عرف أنت يعني ما مطلع بالمحاضرات يعني هذا يعكس أيضا الطالب أيضا ما متابع وياي للأسف هذه اللي ذكرت عنها بالمحاضرات قلت لكم prime اللي هي compliment ما نقدر نكتب ها بالقاسبة يعني أو احنان صعوبة تاخذ وقت من عندنا ونخليها كوم واللي هي بالمصادر أيضا اوكي ايضا من اخليها انا لا تنسح حتى من تقرأ بالمصادر أيضا تشوف لأن ممكن المصادر تعدل للذائقة الخاصة بيك ممكن تنزل المستوات واضح أحباي طيب فمن قاية from S2 S1 Snode يعني S2 S1 ذولة واحد واحد يعني بالسبعة منه عندي بالسبعة عندي الميموري أوكي ونشي descending تنازلي الستة TR الخمسة IR الاربعة AC الثلاثة DR الاثنين program counter والaddress register واحد والنل ما مربوط بأي شي اللي هي لما يكون حالة S2 S1 S0 اللي هي حالة 000 واللي هي هاي المعلومة شوفوا هذا الفقر يعني هذه المعلومة شوفوا هي مختصر هذه المعلومة مختصر هذه الهنت هي مختصر لهذا الفقر بدل ما أجيب لك فقر اش كبر اش قد ياخذ من عندي ورقة إذا تجي تلاحظ هاي السيغنال S2 S1 S0 إذا أنت فاهم أما ترتيب هن ما يحتاج أنا قلت الكياد التنازلي سبعة الميموري ستة DR خمسة IR أربعة accumulator ثلاثة DR الاثنين program counter والواحد address register والزيرو نل ما مربوط علي شي هذي أيضا أنتوا وأعزائي طلابي اللي تشاهدون يعني حتى اتباعودي أنه أحيانا الفقر يكون أنت تركز أحيانا الفقر أقول لك يا إلى كلام فأنت تنتبه يمكن يعني في محاضرة ما راح تشوف هاي الساني مكاتب لك هالهنت ممكن في مكان ما ممكن معاضرة ممكن السنة القادمة يعني أسئلة غير هاي بعد هذه الأسئلة بتاريخ مغاية بدل ومفلل من النال للميموري واضح ما هو الهدف أخليك عريض تكون من تقرأ كل كلمة كل كلمة نحن بها نسريد حتى يصير عندنا الإجابة بالصميم شون يقول الأمريكان يفتغتمون المصطلح نيل ديت جبتها بالصميم حتى تكون بالصميم فهمك للمادة تقرأ كل كلمة شنو معنا ascending descending مو تقرأ وتتجاهل ما عندنا كلامنا قليل بس بمعنى وان فأنت تكون من تقرأ تعرف شنو ascending شنو descending هذي الأمور كلش كلش بعد شنو باعوا لي أنا هنا أشوفكم هنا هاي بعد اثناء مجرد أنا أشوفكم الفيقرز أكون مثل أسئلة ممكن أجيب لكم ياها الداة اللي نحتاجها أوكي فيقرز موجودة هاي مثلا بالفورم الأول مثلا أوكي ممكن أسئلة أجيب لكم جدول بعد لاحظوا بهذا الجدول آنش خليت هذه الانستركشن أول انستركشن هاي تخص الميموري رفرنس انستركشن هذه تخص الرجس رفرنس وهذه تخص الانبوت اوت أوكي ممكن طبعا أنا شنو أريد أحاول دائما إذا خليتها على وجه الأسئلة هي والمعطيات هاي شنو الفكرة ما أريدك من تجي تقرأ تلقى مثلا مكتوب مثلا مثلا هنا إذا نروح لأي أسئلة لأي أسئلة مشارة إلى أمور أخرى بالكتاب هذي يمكن بالهومورك يمكن في لما يكون الامتحان أوبن بوك يسموه نستخدم بس أنا أريد أجيب الأسئلة أريد أجيب الأسئلة أحاول كل المحتويات والمعلومات اللي تخصها في الصفحة الأولى من الأسئلة على أكثر بالصفحة الأولى جزء من الصفحة الثانية أو على أكثر كل الصفحة الثانية يعني ورقة كاملة وهذا حتى أيضا ليس يمكن يمكن خذ نقول إذا امتحانات نهائية ورجنة امتحانية وكثرة الأعمال والتكاليف ممكن ممكن يصير غفلة تنطبع الصفحة الأولى والصفحة الثانية يسهى عنها فلذلك أنا دعا أشوفكم أيضا طرق كيف أنه ممكن تجيك الفقرات بالصفحة الثانية ممكن لا على نفس الصفحة طبعا بالمناسبة ماذا تشوفون الهنت جاء بنفس الصفحة يعني هذه الـ وليس ما جاء بنفس الصفحة جاء بالصفحة الثانية السبب لأن أنا شارك الأسئلة كل سؤال ومجد جوابها فما نشوفها طيب فهذا ممكن يكون نموذة ممكن الـ تجينا بهالشكل أخليكم هاي الانستركشن بكولوم واحد بس كون أنت تعرفها من تجي تقرأ الآن تعرف هذا المموري رفرنس انستركشن من تجي تقرأ الـ SNA تعرف هذا skip if accumulator is negative هذا register رفرنس انستركشن من تجي تقرأ مثل IMP تعرف هذا Unput وتعرف هذا إعاز يخص لل Unput Output Reference انستركشن وهذه طبعا الـ control ممكن ممكن اللي أسويه ممكن فورم آخر وطبعا بالمناسبة ننتبه أنه الـ data كلها نفس شي data شاملة أقدر أحل به ما تخلي لنقص ممكن مثل بهذا الفورم الرابع شوفوا ما خليت أصلا ما خليت أصلا هذه الانستركشن ليش لأن هذه الانستركشن باعولي بالـ control بالـ table 5-6 هي أصلا مرتبة بالترتيب 5-6 باعولي هذا الـ and الـ load branch and save branch and conditional clear accumulator clear if كلها مرتبة طبعا هذي شنو وشنو تفيدني يخليها ببعضكم مرات أريد أقول لك هذا اشقد الانستركشن بالـ hexadecimal وموجودة عندنا يسل طبعا مفلولة يعني هذا الشي مو كيف نشتق الـ hexadecimal ونطلع من هذي من هذي الانستركشن هزا خلوني نجي احنا تكلمنا عن فورم الأول تكلمنا عن يوسف الضديتا خلوني نجي نشوف الفورم الثاني بخصوص الأسئلة والإجابة الطلاب طبعا بالوقت الحالي بهذه السنة بهذا التدقيق في الطالب محاول بأي سؤال أنطيتها درجة واحد من 4 هجعن خمسة سئلة كل سؤال على 4 درجات فكل طالب مجرد محاول بكل سؤال أنطيتها درجة من 4 درجات حال أقل من النص أنطيته درجتين من 4 كل طالب محاول بأكسر من النص أنطيتها 3 درجات من 4 كل طالب حال حال كامل أنطيتها 4 راح تقول للي ممكن ساعدت اي نعم ساعدت وخليوا ببالكم خلوا ببالكم هذه المسألة من أقول نص ترجع ليخطأ بعض الطلاب خطأه عندي بالسمستر الأول النص اللي أقوله مو تقسب لي انستركشن وشغلات مو أنت غير قادر أنا أرجع وأقوله بعض الطلاب أو في مشاكل عندي كان البعض يعترض هذه ليش وهذه ليش أنت ما مهيك كطالب تقيم شنو النص وكذا وتخلي ببالك الأستاذ مدام ما عنده مشكلة وإياك وأني طبعا الحمد لله مو بصدر أفكرها الشي بس أنا بالعكس أنا اللي أقوم بي والشروحات اللي أنطيها وكذا إذا تحكس فهي تحكس جد إن شاء الله وهذا هو أنا أعتبر هدف من أهدافي اللي أشتغل عليها الأهداف اللي تستحق أن أسأله هدف من أهدافي هو أنا أقدم معرفة للطلاب ومن خلال الشروحات المكثفة ومن خلال يعني من تصلك شروحات مكثفة من تقرأ أمثلة أسئلة ورح تفهم أنت يحتاج لك مجرد ممارسة تقرأ تفهم فأنت لما تكون عندك أسئلة تتمنى أكو حل إلها من تلجي الحل إلها تفرح بس لما تكون عندك أسئلة والحل وارقة وقلم وجدامك وصوت وصورة وبلغتك فهذه ترى يعني إن شاء الله أنا أعتبرها نعمة يعني أنا كطالب هسا لو أريد أي أروح مجال أتمنى أكو ألقى معرفة يعني إذا أخذ أي مجال صراحة أنا الهسة في الدراسة لحد الآن مش في التكيش يعني أنا مو أريد يعني هذا الأطراع النفسي لا والله معاعد الله بس أنا أقول يعني هذه المادة مادة من المواد الجافة أوكي على أي أجهة هسا نجي فبالنسبة للأسئلة حتى لا تكون سلسلة أفكاري قبل لا أعبر الموضوع آخر الأسئلة مثل ما هي أنت إذا فقط مجاوب فقط تحاول درجة إذا مجاوب أقل من النص درجة إذا أكثر من النص ثلاثة وإذا جواب كامل أربعة وأكيد ساعدت بهذا الخصوص لمصلحة الطلاب خلوها بضعكم فمعنى هالكلام أنت إذا في هذا الامتحان ما أخذ أقل من خمس درجات إذا ما أخذ خمس درجات فمعناها أنت أخذت خمس درجات فقط أنه أنت حضرت للامتحان وحاولت بكل سؤال واضح طبعاً أكو أشخاص أخذوا صفر أنا قاعدها وبالمحاضرة التعريفية اللي هي كتب اللي ما يخلي كل شي معناها محاول لأن هذه الحياة أهم شي بها أنت دائماً تحاول حتى إذا ما مشتغل إذا ما متحضر الشي دائماً وهي نصيحتي لكم تحاولوا أهم شي المحاولة المحاولة هي اللي تستحفها وقد المشكلة فورم الثاني شنو اللي سويت بالفورم الثاني وطبعاً قلت لكم هاي التعديلات الفورم الثاني فقط الإي طبعاً هذا الفورم الأول هذه الصورة فضوحة اللي تحبون لأن هي كل التعديلات اللي بالورد هي على هاي الصورة اللي هي كتبت لكم الصورة وأرجع وأقول هذا حتى يكون مستقبلاً طلابي من أجلهم راح يتغير كذا فورم الثاني ثلاثة مو هو يقاعد ويباوع لي على الورقة فورم واحد يقول لي من أقول لي راح أمطيك رقم مثلاً انت ثنين اكتب انت فورم الثاني ما عليك انت تشوف فورم واحد أو ثلاثة أو أربعة لا انت اكتب الفورم اللي يقول لك يا لان راح أغير ممكن عليه واضحة حتى لا يتفاجئون ويشوفون هذه الخطوة أو الإجراء جديد عليهم من كوكر طيب هذا السؤال فقط حولت ال E يساوي 0 ال E فلاق صار ل 0 كل اللي يسوي الأكيوميليتر قيمت باقي نفسها وال E فانت لازم منه تحلي لازم جدول أوكي ما عندها جدول كله نفس نفس الفورم الواحد باستثناء ال E فراح نشوف ال E فلاق يتغير عدنا بال complement مثل قبل اذا كان واحد يصير 0 هنا هو 0 صار 1 بال circulate right و circulate left بعودي هنا خليتهم بالأحمر أوكي لأنهم تغيروا عدي تأثروا بال circulate right و circulate left وكذلك صار عندي تغيير بال escape في E flag 0 escape هذا معنا program counter زي 1 1 فنحن بدأنا 21 ومن إجا هو نفذ الانستركشن C S Z صار 22 بس لأن escape F E flag 0 صار 23 فخلوا ببعضكم هذه التغييرات بالنسبة لهذا السؤال بشكل عام الإجابة عليه أنت أني مضطيق كل الانستركشن ال 11 انستركشن اللي أنت يفترض تعرفهم ال 12 انستركشن الخاص بال روح افتحه بالبايناري وغير الواحد تسوي لها shift بال ال 12 بت الأولانيات اللي هما بالليس غير للواحد من أقصى اليسار مرتبة مرتبة راح تلقى يصير عندك 8700 7400 الحد ما يوصل 7 بواحد 7 تعالى هو الادرس هو فقط هذا الجزء تنزل هذا الجزء آخر ثلاث بتات من ال آخر ثلاث ديجيتات فشوفوو 800 400 200 أوكي هادي هادي تكتبها انت وصلت النص طيب بقى هادي الامور كليش سهلة clear accumulator انت ذا فاهم الانستركشن اللي شرحنا بالمحاضرات وبال powerpoint وتوضيح ورسومات سهل المفروض طيب سؤال الثاني derive the control gates بدل ما program counter بفورم الأول باعوا لي بالفورم الأول يريد program counter بالفورم الثاني AR register كل اللي يسوي تروح للتابل الخمسة ستة اللي أنا التابل الخمسة ستة قلت لكم ما أعطيكم هذا التابل الخمسة ستة انتبهوا دققوا للمعلومات ممكن أعطيكم مياه ممكن قبل شوية شرحت ممكن يكون هو كيوسفل دايتا أجي للفورم 2 أروح للتابل الخمسة ستة واضح هذا التابل الخمسة ستة شنو عندي control gate structure عندي load increment وclear أروح أباوع شكو address register destination أجيب control الخاص بي فمثلا هاي هنا بالload R' T مثلا أوكي R' R' T وأكمل وراح أجل increment وقلت لكم increment هي معناها نفس هزائد 1 وclear 0 ذني increment وclear دائما يكون control 1 مسؤول عليها أما load فمسؤول علي أكثر من control واضح طيب أجل السؤال الثالث البوليان logic expression لل X3 وقال reflect on the encoder for bus selection derived from table from basic computer ثم bus diagram بعد قال implementation should be in its simplest form دائما هنا أقول لكم ياها قاعدة من أطلب من عندك logic function دائما تطين إياها simplest form for واضح يعني تستخدم كارنوف ماب حتى تصغرها ممكن تستخدم Boolean algebra واضح هنا لا أعطي hint حتى لكم معنى هذه المعلومات التي قائل لك ياها هان هذه المعلومات reflect on the encoder معنى أنت ترجع الجدول 5-6 و table 5-7 إذا بوضعنا هنا هذا جدول 5-6 الذي مطي ب useful data هذا و هذا 5-7 الذي ذكرت هذا command بس مرتبات من memory-7 temporal register 6 كباص هنا باعوا لي هذا الباص إذا تباعون memory-7 يعني S2 S1 S0 1 1 1 بس من أريد مثلا من أريد address register 1 معنى S2 0 S1 0 S1 1 و هذا أنا قايل لك مطي المعلومة عليها من خلال hint اللي هو تشوف هذا الهند اللي ذاكر أنا قايل لك الباص basic computer باص components are ordered in the coding form such as memory temporary with corresponding signals S2 S1 S0 S2 S1 S0 طيب وأني ذاكر لك قايل لك أنا بالشرة reflect on the encoder of باص أنت يعني يفترض تعرف هذه X3 بهذا chapter أنه أنت كيف تجيب signal الخاص ب Y register يجعل محتويات على الباص وطبعا هذه فقط أذكر للمراجعة بالمناسبة حليت ممكن أكيد لأن الحل وعسر ممكن يصير خطأ إذا أك خطأ لكروا لي مثلا التسجيل حلقت بالشرف إيش قد راح يكون هذا الشرف راح يطلع لكم وأني علمتكم قلت لكم باعوا أحبائي هذه النوت تشوفون هذه النوت هذه Time Stamps نسميها الأوقات الزمنية اللي ننتقد بها عندكم كطلاب أيضا تقدرون تضيفون لها هذه الكومنتات إذا تباعون تباعوا لي مثلا عدكم أحد زملائكم مثلا هذا أحد زملائكم طبعا نشير له زميدكم محمد نعيم في زعرشم هنا مثلا السؤال 5 5 قايل اللي هو يا توقيت زمني يعني هسان إذا أضغط مجرد هو مخلي كومنت على التوقيت الزمني أول رقميا للساعة يعني إيش قد هو قول الفيديو بعدين ذني النقطين العمودية الكولون نسميها بعدين رقميا يعني مرتبتين أول مرتبتين ساعة كولون مرتبتين الثانية للدقائق كولون مرتبتين للثواني إنت حسب الفيديو إذا الفيديو مثلا هذا لأن الفيديو عندي بساعات فأحتاج أستخدم هالسلوب ممكن إذا فقط دقائق وثواني فقط تكتفي بأول رقميا للدقائق كولون الثاني الرقمين اللي بعدهن للثواني فهس هذا مثلا مجرد معضغط هنا لاحظوا راح يحولني سؤال الخامس لسؤال الخامس اللي زميق سؤال الخامس زميق يبدو بهذا التوقيت يبدو بهذا التوقيت اللي إحنا رحنا على شؤال الخامس خمسة خمسة فأنتو أيضا إذا ممكن أشرح ممكن أكو شي بهذه شروحات خطأ خلو لي التسلسل الزمني حسب إيجاد خلو لي وقلو لي هاي مو هاي احتمال هاي كذا أنا طبعا هم على فراغ يعني أنا ما راح أظمن أنه راح يكون الإجابة سريحة وهذا أيضا يفيد بيكم رجاء عن طلاب الشغلة اللي تحسوهم أيضا أنتو حتى تردون جميعكم تفاعلوا وياها ضيفوا معلومات عليها حتى الطلبة اللي بعدكم يجون يستفادوا طيب السؤال الرابع عن input خليتها بدل ما كان بال 2300 بعودي 2300 بال فورم الأول خليتها بالألفين كل شي ما عندك كل يسهل كل اللي يتغير كل الانستركشن باقية يصير ألفين هذا هذا يصير عندك الميموري ألفين ولازم أريدك تحليها بهالشكل أنا حليت الكوميات هو الشكل مو ما أعرف وين رايحين وقارين والكل كاتب لي كاتب لي بي يو ان خلي اكبر ها شوية بي يو ان قلت هيتوب وقلت هيتوب هيتوب ماهي معنى BUN01 هذا خطأ قلت تشوفني بالميموري شلون شكرا اتكلم عن ميموري وقلت الميموري هيتوب وقلت لك هيتوب وكتبت بي او ايو وهنا الادرس اللي ما عرف قلت لكم قلت قلت برنامج يبدي من مكان معين اللي هو مثل 2300 بس زيان ما عرف وان ينت بس من ينت تكتب EO I Of Service معناها End Of Service بالEnd Of Service راح يلقى هذا Instruction اوكي اذا بالألفين يلقى هذا Instruction وبالألف بالEnd Of IO يلقى هذا Instruction اكيد طبعا هذا موية هذا اللي داعي الشرعة موية وتخلي لي بالZero Address Return Address وتخلي لي بالواحد هذا العنوان مالك اللي هو Branch Unconditional يقفز وشرحنا هذا بالمحضة وتخلي لي آخر Instruction يعني هو هذا Instruction والIo N تخلي إياه Application قبل Location الأخير من End Of IO Service طيب مين جايبي لهذا B-O عن هذا أنا عدري انتقارينا يعني يمكن لاغي أولان بس أنا محلينا ونبهتكم علي زيان انت من تكتب تعرض شنو هذا معنى هذا يتتلم عن Assembling Language طيب Assembling بلغة يا فارضها بيا لغة بيا Assembler يا Micro Controller أنت مو تخلي كلام تعتقد ان المقابل فقط حش كلام لا تخلي حش موجودة المادة ومشروحة يعني ما أكو سبيل للتكهن بيها مجرد تتركز بيها تفهم وهذا زيان اكو Micro Processors تخلي الادرس بالبداية يعني هنا 0 ممكن تلقاه مو أنا ممكن أحاجز أقول لك تعال لك ليش خليت هنا أنا ليش سوي أوكي فطلاب أقروا أقروا المادة موجودة ويعني أتمنى هذا رسالة لكم أقول لكم الأسئلة أنا ما أعجب كل فهم وكل مثل ما شفت هذا الطلاب يمكن أن طبعا أتمنى أن طلاب كل دفعة يسألون الطلاب قبلهم شنو كان الأسئلة وشنو نمطها وشنو نمط الأستاذ هذا يفعلها قاعدة دائما يعني تفيد لكم دائما يسأل عن الأستاذ اللي درس المادة طبيعته كذا كل ما طبيعته على شنو أريد بالأكيوميليتر قيمة ABCD ما أريد لا قيمة صفارة ولا واحدة أريد ABCD طيب شا سألون وأنا قلت لكم كل الأسئلة تعتمد على الفورم وان وقلت لكم بالأسبوع أثناء الامتحان قلت لكم بالنسبة الفورم وان رح أتشدد بتصطيح الأسئلة لأن كلها موجودة الفورم تو ثري رح شوية يصير أقل تشدد مو هو مو أقل تشدد شوية لأن أكو فكرة يعني مثل فورم وان كان فقط سيت الأكيوميليتر فمثل ما شرحنا بالبداية النو كلير أكيوميليتر كوم طيب إذا يدخل ABCD هذا موضوع كل بسيط موضوع الماسكين اللي يفترض الماخذي بالمرحلة الأولى وطبعا من أقول يفترض ماخذي بالمرحلة يقول لي ما لاحقنا هالي مشكلتك روح ترجع وتقرأ المادة وإن شاء الله إذا نجحت المرحلة اللي بعدها طلابي بالنسبة للثاني الثالث من يقول لك والله بالثالث وانت ماخذها بالثاني مو معنى أنت ما ظلت بالله والله ما درسنا وشي وكذا ما علي الأستاذ الأستاذ ما علي لأن أنت عندك منهج حس أنا هذا المنهج لدي موجود المنهج ما درست اللي خص الأول نخلي نبهتكم وقلت لكم عندي محاضرات خص المادة المرحلة الأولى روح وقروها أنت إذا ما تقرأ نشي سرويل واضح فهذه مسألة كل مهمة فهذه موضوع الماسكينج والماسكينج موضوع مهم واحدة من الأمور اللي يمكن سعملين بها سابنت ماسك عملية بناء الشبكات الداخلية مثل شبكات الألعاب غيرها هذي الشبكات اللي شايفيها يمكن البعض منعدكم وبعض مقاهل الأنترنت يعني شبكة داخلية ذولة قاصة الجايمينج هاي من يريدون يبنوها يحتاجون فتش اسمه سابنت ماسك واحدة من أمور سابنت إنه شنو معنى السابنت عفوا شنو معنى الماسك الماسك كيف أخلي داتا معينة بالأكيوميليتر كل اللي أسوي مثلا بالنسبة لهذا سؤال الأكيوميليتر بالكلير أكيوميليتر صار كل صفار من خليت لك كومبليمنت أكيوميليتر صار كل واحدة اللي هي حالة بس هالمرة سيت لهذه الباليو كل اللي أسوي كل اللي أسوي عندي إنستركشن بالبيسيك كومبيوتر اسمه أنت أجيب هذا إنستركشن أوكي أخلي بعنوان معين أوكي بهذا العنوان المعين اللي أنا ما عرضت خليت علامة استفهام لأن ممكن كل طالب يختار هذا العنوان أخلي بي ABCD فأنت يا عزيزي باعو باعو خلي هنا أحلكم يا عندي عندي أربع واحدات اللي هي هذا لني إنستركشن خلي لي بالأكيوميليتر أربع واحدات وأربع واحدات وأربع واحدات وأربع واحدة واضح من أريدهم ABCD يصيرون راح أسوي لهم أندن ويا ABCD يصيرون يصيرون ABCD فهنا هذا أندن ويا هذه هذه أي وهذه أندن ويا البي وهذه أندن ويا السي أوكي أي السي ABCD وهذه الـ 13 أي زين سوي لي كل واحد أندن إليه شو راح تطلع لك النتيجة مدام هو الأكيوميليتر كل واحدات إذن مدام هو كل واحدات أنا شنو اللي أريد أخلي ويا بالـ أندن اللي هو هذا A B C D أوكي ممكن هنا شنو دائرة ممكن وانتبه لما أنا أقول لك ممكن يعني خلي ببالك هذا سؤال محتمل مثلا يعني انتبه هنا يعني أنتو لو تركزون ويا كل شي موجود هنا هذا دائرة ممكن أنا شا أقول لك مثلا 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 أقول لك أخلي لك واحد هنا ممكن أجيب لك هالمخطط وأقول لك شنو النتيجة ما الهالب أوكي هنا شنو أخلي لك مثلا بعض بعض مثلا هنا أخلي لك مثلا هنا مثلا 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 طبعا من أكتب 0x معناه هذا الرقم بالهكسة أوكي مثلا مثلا خلي أقول هنا أوكي أوكي وهنا أنا مثلا وش راح أقول لك أقول لك هذا السؤال مثلا what's the final result of ac شنو final result هسا شنو هذا هذا سؤال بطريقة عكسية بالنسبة ذلك كل اللي يسوي أنت صار عندك الاندينج indirect أوكي الشطر الثاني الشطر الثاني ممكن أقول لك عيد نفسه الشطر الثاني أقول لك ممكن أقول continue from continue from the الاندينج ببس سويت لك وخليت لك يا جوا وخليت لك يا حاي خليت لك هذا الانستراكشن مضطيك هاي المعلومات انا مثلا ببرسم آخر واضح اش راح تخلي للنتيجة النهاية الاكيوميليتر تكتب لي بالاكيوميليتر اش راح يصير الاكيوميليتر اش راح يصير الاكيوميليتر صار عندك ب صار عندك ب ABCD هسه ABCD طبعا انا اتعمد تجي اسئلة واكون اسئلة حتى يصير السؤال واضح هذا الاي اوكي وهذا البي اوكي اوكي اوه وهذا السي تمام ثمانية باثنين عشرة بواحد دعش تمام هذه عشرة دعش ثمانية باثنين اوه عشرة ثمانية باربعة نعش اي بي اي وهذه البي اوكي اوه البي اوه البي اوه الديعش السي اوه النيعش هذه السي مثلا طبعا انا احسر عمون وهذه الدي 13 اوكي مثلا هذه الاي بي سي دي هذا عبارة عن اي وهذه بي وهذه السي وهذه الدي تمام اقول لك شنو النتيجة النتيجة طيبة عندي اي بي سي دي وهذه الاندنج هالمرة يعني اقول لك عيد نفس الانستركشن بس الاكوميليتر بالقيمة مالتق وخليتك هذا الانستركشن هنا انا صار بما انوان خليت اندايركت هذا ايبت معنى اروح لهالانوان تلقى هذه القيمة واضف بهذه القيمة راح تلقى قيمة سوي لها عندي معنى شنو سوي لي اي ايف ايف اي اللي هو شنو تجي هذا هذا الاي وهذه الاف وهذه الاف وهذه الاي بما انو هنا يعني عندي واحدات دائما بما انو عندي واحدات فرح تبقى النتيجة هنا النهائية راح تبقى يصير عندي اي بي سي دي تبقى النتيجة اي بي سي دي لأن هنا عندي بالوسط F بس مثلاً هنا خلي نقول مثلاً عندي 1 0 0 اللي هي خلي نقول كلها أيات مثلاً فراح أنت تحتاج تحتاج تجي بت بت مثلاً هسا أول بت هذا 0 وهذا وان اش قد النتيجة ما أنت راح تطلع 0 بالعن ممكن ممكن كذا ممكن يعني أجيب لك شوفوا أنا هنا من أشرح هي مو فقط حل الأسئلة أريدك من أشرح يعني يكون ببالك هالشي خليني هسا نجي للفورم الثالث باعوا لي الفورم الثالث ايش عندي ايش قايل بالفورم الثالث غير لي الكوستين وان من أي تسعمية وسبعة وثلاثين والأي واحد إلى الأي أف 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 والأي زيرو اجينا اجينا اللي هنا باعوا لي الشيء تغيرت أف أف وأي زيرو هذه الفورم الثالث نفس الحالة لن يجيبهم دخل رأسا نزلهم يعني كون أنت فاهم السؤال هو وجود عندك سؤال وهذا نزلهم وهنا نغير راح يصير عندي شوية هنا تغيير باعوا هنا مثلكم كومبليمنت اي هنا يصير تغيير السيركوليت رايت وليفت يصير هنا أكيد السيركوليت رايت وليفت يصير بها تغيير لأنني عندي الأكيوموليتر كلها وحدات والأي زيرو فإذا يلتفع من جهة اليسار أو من جهة اليمين لاحظوا التفعلي من اليسار أو من اليمين تغيرت القيمة بالفلاق لاحظوا لأنني أنكرمت هو كلها كلها واحدات ضفنا لها واحد إش صار الإي فلاق الإي فلاق عنديه هنا سي آوت الكاري آوت الخارجي عبر مرتبة زيانان الأكيوموليتر ستعاش هنا مثل ما شوف ونمتلة فصار كلها هو صفارة والبيت عبر وين للإي فلاق أوكي مرات خلوا باتكم هسا نشوفها بالفورم الرابع من استبق من استبق الأحداث أوكي وهذه كلها الانسترات شي زيان الكوستشن نفس الحالة بالكوستشن نفس الحالة بالفورم اللي قبل وهذه نتيجة الحل طبعا هذي كلها أنتو ترجعون الجميلة هنا نباعوا مثل الدي آر من تروح للكنترول ما تلقى شي اسمه كلير دي آر فش نحن ندرسك أنت دار سنتين ودرستك ومرت عليك هذه المعلومة نحن السيقنال من تجليها فلوتين من تجليها طايفة لازم إذا عندك سيقنال وما عندها كونترول شنو لازم اطف فيها شون اطف فيها اما تقول هاي امبيدانس انا كتبت لك هاي امبيدانس فورنا ممكن بالمستقبل نشوف هذي السيقنال احنا نحتاجها مثلا 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 مرات عندنا اكو شغلات يقول رسة الجهاز عيد لضبط المصنع مثلا يمكن شايفيها بالستلايت بغيرها اوكي هاي كلها مثل هنان ممكن الدي ار الربطة السيقنال خارجية تخلي رسة للزيرو او للواحد اوكي ما الثاني هنان مثلا لا خلوا لي مثل هاي امبيدانس هاي امبيدانس معناه شنو معناه ابدا ما تجي سيقنال وهذا زين السؤال الثالث ال x4 بدل ما x2 x4 اوكي ونفس الحالة تروح للهنت information اطلع وهذا انا طالع ال x4 وارجع اقول انا طلعته مع السريع ممكن يصير غلط ارجع اقول حط ال time stamp الوقت الزمني وقلي هذا الآن اطلع السؤال انا ارجعت للصورة سؤال الثاني كان من program counter لل dr سؤال الثالث من x2 لل x4 سؤال الرابع من 2300 لل 0 abc اطلع 0 abc ونفس الحالة اجينا للأدرس 0 abc وهذا i on هاي ال b اللي هو b what must be last two instructions of the out program اللي هو i o وال end of program end of i o service اللي يكون بيها هذا الشكل branch unconditional 0 address indirect بال 0 address راح يلقى return address اوكي return address راح يستأنف البرنامج وهذا بالشروحات تدقون سهم والreturn address يرجع المكان ويكمل لل address طيب سؤال الخامس سؤال الخامس بدل ما set accumulator set accumulator لل cdef cdef ونفس الحال clear وcomplement خلي cdef وها useful information باع لي هذه useful information بعد تمنا هذا السؤال اوكي هذا الفورم ثلاث فورم اربعة هذا فورم اربعة بدل ما كان فورم اربعة بدل ما كان فورم اربعة هذا فورم اربعة بدل ما كان a 937 وال e 1 غير لي فقط a 937 الى f f واضح طيب احباي فقط هذا يبدأ 25 ونفس الحالة 0025 وارجع وقل من تكتب اللي رقم hexa بال memori خلي لي 0x حتى تتعلم ونتعود انه hexa نرمز به الشكل طيب هنا نفس الحالة اجينا لي اي سؤال هذا عفوا 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 اه 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 بالشؤال الرابع اه تعرفون مراتب الحقيقة صفير انتربت ب واحد بالنسبة للشؤال الاول خليني افرض انه صراحة صارحة دي توقف خليني افرض انه من البداية قدنا شؤال الفورم الرابع الشؤال الاول فقط غير لي اه اه اهنان احباي باعوا تغيرت القيمة بالاكمولاتر افعر وبقى ال E1 هذا بالفورم طبعا اربعة سؤال احنا باعوا اهنان السيركوليت رايت والسيركوليت ليفت ما تغيرت بينما بالسؤال السابق تغيرت وافح اهنان طبعا هذي نفس الانستركشن رجستر هذا الادرس رجستر اخذ من الانستركشن اوكي هذا القيمة الموست سيغنيفكت بتمنى الاكمولاتر واحد فيعني ناكاتف فاني واقف بال 22 وسويت سكيب صار 23 من اقول نص الاجوبة لاحظوا هذا يعني انا اعتبرك هذا الكولوم كل انا كم كولوم عندي عندي هذا كولوم هذا معطى طبعا اوكي وعدي هذا الكولوم هذا يعتبر التعديل عالية وهذا 2 وهذا 3 4 5 من اقول نص الاسئلة مثلا بالنسبة لهذا السؤال مو معنى انت تجي تشوف لي اني عندي كولوم ين 3 5 اوكي 2 ونص لا هذا وهذا الكولوم الادرس رجستر والاير اعتبره كولوم ليش لان الار اطلع من الادرس رجستر هاي انت فاهم ما يفترض يعني اوكي زين بالمناسبة كطلاب بادي اللي 800 400 200 180 هذا الصفر شايد رافعين طير ما عرف لي الشن السبب ومن واصل للواحد كاتب لي فقط واحد هذه الصفر عزيزي انت تتعامل يعني انت عندك 12 سوى 0 أو وان توصل 0 أو لذلك خليت لهم من صححت الاسئلة خليت لهم بالقلم الأحمر 00 واحد واضح عيب فهذا انا اعتبر ذني الكولومين عبارة عن كولوم واحد وهذا كل تحلة يعني ذني الكولومين تنزلهم تمام يالله يعتبر لك كولوم بدون غلط أوكي وهذا البروغرام كاونتر تنزله تمام نفس هذا التسلسل مو مرة 22 وأكو بيهم ما أخذهم الواحز الواحز عفوا مستمر بالبروغرام كاونتر 24 25 ما عدي هذا من كوكب ثاني يمكن هذا كل يعتبر كولوم وهذا كل وهذا وهذا كل يعتبر كولوم وهذا كل يعني أنت بالحقيقة عندك عندك أربع كولومات لازم ذول كو عفوا هذول كلهم ذول كلهم يصيرون مثال واحد نفس شي وهذا كل يكون متطابق ليس تطيني حل ليس متطيني هنا 23 وهنا صاعد ونازل خطأ عفوا أضاف على أكو طبعا هذا أنت تنزم من الجدول أكو حتى بهذا خطأ نين أوكي طيب واضح وطبعا بالنتيجة بالمناسبة بالجدول أيضا لديك من تخلي لي همشي تخلي الهيكس فاليو هذه الهيكس فاليو أوكي لان بالنهاية سأعبا عندي كذا دفتر كذا فور أنا ما معني بهذه الأمور كيف صار كومبل وكيف صار كليل لديك نتيجة نهائية جدول مرتب صغير ف على أي حال نجي للسؤال الثاني من الفورم الرابع شنو قايل السؤال الثاني من الفورم الرابع غير الPC للTR أوكي هذا تغير للTR طبعا هذا بالمناسبة أنا ما تذكر مجرد للتوضيح هنا يعني أنه ترجع لهذا التيبل وتستنتج من عندها اللي هو هذا التيبل أنا أردي هنا و هل اللي هو بالهنت بالإنفورميشن يعني تقدر تعتمد عليها لود الانكريمت بعود للTR هنا الانكريمت والكلير ما موجود عندي كلير للTR ولا الانكريمت فأيضا كتبت high impedance أوكي فأنت مو فقط تكتب لي هذه تكتب لي هذه أنا أطيك واحد من أربعة أوكي تكتب لي اللود والانكريمت أو اللود والكلير أطيك ثلاثة من أربعة تكتب لي إياهم أربعة وتخلي الامبليمنتيشن إليهم أطيك درجة كاملة أو ممكن صراحة يعني هو التصحيح يعتمد أيضا على الإجابات مرات يعني يكون تفاعل ويالإجابات ممكن أنت تكتب ذول ثلاثتهم بهالشكل وما مخلي الدياجرام تأخذ ثلاثة من أربعة إلا تخلي الدياجرام يأخذ أربعة من أربعة هذه مخليها بالك سؤال الثالث باعوا لسؤال الثالث يقول أريد X2 أريد X5 بدل X2 بدل X2 فهنانا بال فور يقول derive البوليان لوجيك لل X5 أوكي هذا X5 وأرجع وأقول ممكن أني لأن حليت ممكن لأن حجالة وجل من لا يفتقد يكون خطأ نبهوني عليك تايم بستعمل سؤال الرابع قايل بدل ما 2300 خلي لي 0025 فراح نشوف هنا 00 ولا كل عبارة غير يعني أنت ذا فاهم السؤال فاهم قاري فعلا رأسا تجاوب ما ياخذ من عندك لالدقائق لالدقائق كل شي واضح أنا أرجع وأقول قلت لكم أنا أعرف أعرف مستواكم وأعرف مستواكم وأعرف جدام باليوتيوب الأناليتيكس يطلع لي قليلين اللي شايفين المحاضرة الكاملة للأسئلة من بدايتها إلى نهايتها يعني قليلين اللي شايفين السبع ساعات ونص أوكي فأنتم مطارين يعني وحتى بالمناسبة المحاضرات السابقة أفتحها وأشوف خلوها ببالكم معلومة أنا أشوف جد المكان اللي عندي بيك والمكان اللي فقط شايفين أشوف أوكي طيب A-C-E-F نفس الحالة A-C-E-F هنا أسوي Masking Direct Ending بالMemory Location اللي بالDirect Ending أخلي A-C-E-F وبما أنه كل واحدات أحب أي هذه الأسئلة أربع فورمات هذه أنا مجرد أحبت أشوفكم كيف هذه النماذج من الأسئلة أقدر أنشئ من عندها أربع فورمات وبعد أقدر أنشئ فورمات وأقدر شقد ما أريد أقدر واضح فأنت شقد ما تقرح أفضل لازم لازم تقرح شما تقرح أكثر أنت يصير تكون تمكن إن شاء الله راح تلقون اللينك بالشرح مكتوب عليه شرح أسئلة موريس مانو هو نفس ما مكتوب هنا بالdescription نفس ما مكتوب هنا عفوا مثل ما مكتوب هنا حلو المسائل فصل الخامس موريس مانو راح تلقون بالdescription من تفتحون الdescription تلقوه هنا باللينك أيضا تقدرون تخلو خلو لي time stamp قلو لي بدأ هنا حلول أسئلة form 1 حلول أسئلة form 2 form 3 أيضا حتى تكون للانتقال السري لاحظوا هذه كل مفيدة للمراجعة غيرها وكل شي رفعة على هذه القناة الخاصة بي كل شي رفعة أنتم مطالبين بي كطلاب كل شي رفعة القائمة التشغيل computer architecture أو exam repository يخص chapter اللي ما هدين مورسم كل مطالبين بي وكل الأفكار اللي أذكرها واللي أطرق لها واللي أقول ممكن من الممكن كلها واردة وغيرها أيضا وارد فيا أحب يعني رجع رجع أقرب تركيز ودائما خلوا ببالكم سنة وارا سنة دفعة وارا سنة راح يكون عندنا كم هائل توقعوا مثل يعني مثل السنوبول السنوبول كرة الجليد هي عبارة عن كرة صغيرة بالإيد لكن من تنزل من قمة الجليد إلى أسفل ممكن تكون هي كرة كبيرة لأن أثناء تدحرجها اتحدث مع كرات أخرى وكبرات وكبرات نفس الحالة هنا الأسئلة سنة وارا سنة دفعة وارا دفعة توقعوا دائما أكون شي جديد لأن هي المادة الهندسة بحذ ذاتها علم حي علم إبداعي متجدد مبني على هذه المفاهيم كل علم أوكي فالهندسة الهندسة يعني هي داعوا للهندسة بكل نجال إذا وقف أي جهاز مصنوع من قبل مهندس أوكي شركات الصنعة بس وراء الجند المجهول بالدرجة الأولى اللي يخلونا الأمور النظرية إلى أمور تطبيقية إذا أوفوا ذولي عن العمل يوقف في التطور والتقدم وهذه مو أنا الشخص الفقير لله أقولها الكثيرين يقولوها العلماء وغيرها من مجالات أوكي يا حباي أتمنى هذا الشرح وافي وكافي هذه الشروحات أرجع وأقول قائمة التشغيل اللي هي مختبر معمارية الحاسبة معمارية الحاسبة معدة معمارية الحاسبة ومستودع الأسئلة هذه كلها ترجعو لها وتقروها وكل شيء أذكره مطالبي وسنة بعد سنة ما عندي سنة تلغي سنة كل سنة يضاف لأن أنا دع أنطي أفكار ودع أنطي مسائل وأجي وأخليها وأشرحها بالتفصيل واضح أحباي أتمنى تتفاعلون أيضا بالتعليقات بخصوص هذا التوقيت وبالنسبة لهذه السنة وممكن أيضا مستقبلا هذا السياق مستمر إلى رفعت لكم واجب حتى ترفعون أوراق الأسئلة لأن أوراق الأسئلة رجعت لكم طبعا كلها ضبطتها وكلها يعني ثبتت معلوماتكم وراجعتها ودرجاتكم وغيرها أنتظر منكم وترفعونها وترفعون اللي جاءت كل واحد أخذ بالدرجة ممكن رح يجيكم أيضا أسئلة شنو السبب ليش ما أخذتوا درجة أعلى من الدرجة المخصصة لكم أعلى من خمسة لأننا قلنا الخمسة هي مجرد محاولة ليش ما أخذتوا أعلى من درجة خمسة أو درجة كاملة رغم ما الأسئلة هي واضحة أريد أعرف سبب منطقي هذا الموضوع لأنني متحق كتدريسي وكشخص يتعب وتاخذ من عند المادة أحيانا أيام وأيام وهذا الشي واضح تسجيلات الفيديو إذا تشوفوها بتسجيلاتي وتشوفون التوقيت اللي باليمين اللي داعي الشهر علي تشوفون أحيانا التسجيل ممكن ماضي من شهر لشهر واضح فهذا داي يستنزفني أنا بالمقابل أريد أشوف فيه المردود فأريد بحلقة أخرى وشرح آخر دمتم برعاية الله وحفظه أحبتي حيث ما حللتم